لكن بسلاسة بسيطة جداً وببساطة أقول لحضراتكم ايه مشكلة دونالد ترامب النهاردة وحقول لحضراتكم ايه ابقوا اتفرجوا علينا يعني بانتظام احنا عاول نقدم لحضراتكم الحقيقة لأنه الأمريكان كمان عندهم استقطاب والقنوات الأمريكاني كمان عندها استقطاب وكل واحد بيحكي الحكاية من زاويته احنا هنقول لحضراتكم المعلوماته بس لا احنا هننتخب ترامب ولا هننتخب اللي ضد ترامب ترامب داخل موسم انتخابي لسه ما تحددش هو أقوى الأسماء من الحزب الجمهوري لكن ممكن أسماء تانية تظهر احنا لسه قدامنا سنة علشان يختاروا المرشح باسم الحزب الجمهوري لكن ترامب ومشكلته المرة دي غير كل المشاكل ايه مشكلة ترامب؟ مشكلة ترامب مرتبطة بأنه دفع فلوس ده العنوان الرئيسي يعني أنه دفع فلوس لصمت اتنين ممثلات للأفلام الإباحية أشهرهم واحدة اسمها ستورمي دانيلز هو دفع لستورمي دانيلز دي حوالي 130 ألف دولار وبعد كده كتب دي اللحظة اللي خرج فيها ترامب ودي ستورمي دانيلز اللي لأول مرة بقت مشهورة على المستوى السياسي مش مشهورة على مستوى نشطها في الأفلام الإباحية بس المهم أنه دفع لها 130 ألف دولار طيب عمل ايه في 130 ألف دولار دول؟ كتب أنهما مصاريف قانونية وبالتالي من الممكن أنه ايه ياخد عنهم إعفة ما يدخلوش في الضرائب وبعد كده طلع ايه؟ أنه كمان واخدهم من الحملة طيب بما أنه أول حاجة عملها أنه قال أنه 130 ألف دولار دول مصاريف أو نفقات قضائية قانونية فما يدفعش عليهم ضرائب وبعد كده طلع ياخدهم من الحملة فمعنى أنه ياخدهم من الحملة يعني دي فلوس تبرعات يعني ما يحقش له أنه يتصرف فلوس تبرعات كانت في حملته الانتخابية علشان يسوي بيها قضية هو طرف فيها مع الست ستورمي دانيلز دي ده العنوان الرئيسي العنوان الرئيسي ده ظهر فيه 34 تهمة في الدور الخمستاشر في دائرة منهاتن للمحكمة الجنائية في منهاتن لأول مرة بيدخل رئيس أمريكاني رقم 45 دونالد ترامب وهو حاطت في دماغه حاجتين أنه مايلبسش كلبشات وأنه يحاول يسيطر على الموقف هو بينفذ نصيحة من واحد من أشهر المحامين ومع الأسف الشديد أسواقهم سمعة في التاريخ السياسي والقانوني الأمريكي هو رجل مات اسمه روي كون وكان قال له حاجتين أوعى تعترف بزم وأوعى تسيب نفسك للأبض عليك لو تم الأبض عليك أنت بتفقد السيطرة على إيه لا يحصل بعد كده هو النهاردة نفذ نصيحة التلات محامين العتاء اللي بياخدوا ملايين علشان ما يتكلمش هو كان ناوي أنه يتكلم إما تحت البرج اللي هو قاعد فيه برج ترامب الشهير أو يتكلم بعد ما يخرج من المحكمة ما تكلمش ليه تنفيذاً لنصيحة التلات محامين العتاء اللي كانوا موجودين معاه النهاردة إيه اللي هيحصل بعد كده ما حدش يعرف غير أنه مسلسل بدأة مسلسل درامي حقيقي بطله دونالد ترامب وعلى الجانب الآخر القاضي اللي هو من القضاء تقدر تقول عليهم من القضاء المتشددين وتعامل السنة اللي فاتت مع قضايا خاصة بانحرافات مالية في مؤسسة ترامب مش هو اللي كان متهم فيها لكن المؤسسة كلها وإدى حكم مخفف للمدير المالي لترامب نظيره أنه اعترف ومشكلة أنه ده هيفتح عليه المشهد ده ممكن يتكرر كتير مع ترامب على مدى السنة اللي جاية مش في القضاء دي يكون الفتح قدامها الباب الزميلة والأسل